السلام عليكم مهو لما يبقى يوم اجازة ونفسك تعملي بورجر لولادك وما عندكيش الامكانيات تعالي اقولك هتعملي احلى بورجر طحفة وايه وبسعر اقتصادي جدا طحفة او يلا بينا كان عندي حبة كرنابيت بقيين من الكيل اللي انا كنت جايبا كنت عاملة بيه وصفتين طحفة عملنا بيتزا وعملنا كزا وصفة للكرنابيت الطحفة ده يلا بينا بقى نعمل الوصفة التالتة ليه اول حاجة جيبنا الكرنابيت بتاعنا مسلوق وقطعنا قطع صغيرة زي ما انتو شايفين شايفين وجيبنا بيضة واحدة بس وحطينا عليها في الفلسمر وملح وشوية كمون ونقلبنا كل الكلام الجميل ده مع بعض طحفة اوي وكمان معلقة كزبرة نشفة قلبنا كل الكلام الجميل ده مع بعض شايفين روعة بجد خلطة سهلة جدا يلا بينا نحط شوية بقى كان عندك كزبرة عندك بقى دونس حطيهم مع بعض وفص طوم ايوه الطعنة قطع صغيرة كده زي ما انتو شايفين وهنقلب كل الخليط الجميل ده شايفين بس نحطهم بقى ببولة كبيرة عشان نعرف نقلبهم حلوة اوي عشان هما نيجي بقى نحط عليهم الخلطة التانية ما تبهدلش الدنيا شايفين خلطة سهلة وجميلة وفرمنا فص الطوم الجميل اللي كان معانا وحطينا معلقة بيكين بودر واربع معالق دقيقة وكمان مرأة فورية اللي هي مرأة الدجاج الفورية بتديها طعم ونكهة في حتة تانية خالص جبنا بقى القطع الصغيرة اللي انتو شايفينها دي حطناها وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض خلص كده خلطتنا خلصت وتحفى ويلا بينا بقى على احلى طاصة سخنة بس من السخنة بتغلي يعني سخنة بس هنحطها بقى فيها ونرصص كل الكلام الجميل ده جنب بعض بجد وصفة النهاردة هشة وروعة وكريسبي قوي عملنا كل الكلام الجميل زي ما انتو شايفين ووطينا عليه النهار عشان ما يتحرقش يلا بينا نكمل بقية وصفتنا هنحطه في السنية او في السنية زي ما انتو شايفين كده دهنها بمادة دهنية شايفين شكلها تحفى والله هي تتكل لوحدها كده لوحدها كده تحفى بس احنا هنكمل بقية الوصفة بجد روعة جميلة جدا تفضله معايا بصوا هشة قد ايه كريسبي من جوة جميلة جدا شايفين يلا بينا بقى نحط عليها شوية متزرلة وندخلها على احلى فرن عشان تسيح كده عليها وتكمل بقية الوصفة الجميلة وتفضل شوية يلا بينا نحطه مع الفريزر برضو الحبة اللي تفضله شايفين الكلام الجميل لا ده كلام كبير قوي تحفى بجد حطينا شوية كاتشف بقى عليها على وش كده عشان نعملها معاملة البورجر تحفى عندك بقى شوية كايزر عندك شوية تحينة عندك شوية اللي عندك حطيه عليها بجد تحفى قوي شايفين شايفين بتمط كده وتحفى قوي لذيذة جدا شايفين وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية قوي جميلة جدا وليدك هيفرحوا بيها جدا شايفين الكلام شايفين المطة انا بقرب لكم بس عشان تشوفوها ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة بحبكم جدا سلام عليكم شايفين فضالوا معين شايفين